فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن فوائد بذور الحلبة للبشرة معروف أن الحلبة لها فوائد جدا عديدة للبشرة فهي غنية بالعديد من المعادن وأيضا الفيتامينز المفيدة للبشرة منها فيتامين أي منها الماغنيسيوم والبوتاسيوم وأيضا غنية بتعتبر مضادات للأكسادة ومضادة للالتهاب ولهذا اليوم فقرة الجمال رح نتكلم عن فوائد بذور الحلبة المتعددة للبشرة أول فائدة اليوم رح نتكلم عن فائدتها للترطيب تعتبر بذور الحلبة مصدر جدا مهم لترطيب البشرة رح نتكلم عن ماسك المصدر الرئيسي له هو بذور الحلبة نجيب من ملعقتين إلى ثلاث ملعاق من بذور الحلبة النقعها بالمي الساخن لمدة ثمان ساعات وبعدين نضيف لها ملعقة من الأسل وملعقتين من اللبن نخلط المكونات مع بعض حتى يكون المزيج متماسك وبعدين نطبقها على وجه نظيف ونتركها لمدة نصف ساعة نخسله أكيد بالمي الفاتر نطبق هذا الماسك من مرة إلى مرتين بالأسبوع رح نحصل على نتيجة حلوة وعلى بشرة مترطبة 100% فعلا بان مثل ما ذكرتي بذور الحلبة معروفة بفوائدها العديدة للبشرة والحلو أنه هي متوفرة بكل بيت حتى إذا ما كانت عندنا نقدر نلقيها بالسفر مركزات الكبيرة نلقيها عند العطار فسهل الحصول عليها من الفوائد الجد المهمة لبذور الحلبة فائدتها لتفتيح البشرة تعد ممتازة بذور الحلبة إذا كنت ترغبين ببشرة أفتح أو إذا كان عندك مناطق داكنة في جسمك مثل منطقة الكوع أو الركب عادة ما تكون هذه المناطق أتكن من باقي بشرة الجسم فبذور الحلبة ممتازة أنه نستخدمها لتفتيح البشرة طريقة الاستخدام سهلة جدا نجيب من 2 إلى 3 ملاعق من بذور الحلبة المطحونة نخلطها مع كمية كافية من الحليب حتى تكون عندنا مثل العجينة نطبق هذه العجينة على بشرة وجهنا أو على الكوع أو على أي منطقة بها اسميرار بجسمنا نتركها لمدة نصف ساعة ومثل ما نغسلها باستخدام الماء الفاتر نقدر نكرر هذه العملية مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتائج حلوة الماسكات اللي نتكلم عنها ودائما نحب ننصح كهراماناتنا بأشياء بسيطة موجودة بالبيت حتى تقدرون تستفادون من عندها ومن الأشياء اللي نستفاد منها أيضا ونعمل ماسك الحلبة هي للتقليل البثور الموجودة بالبشرة أغلبنا بنات يعاني من البثور الموجودة بالبشرة فاليوم راح ننطي لكهراماناتنا ماسك جدا بسيط اللي نحتاجها من 2 إلى 3 ملاعق من بذور الحلبة ننقعها مع 5 إلى 6 معالق من مي الورد ننقعها يوم كامل بعدين بصباح اليوم التالي نرش رشة من الكركم نطحنها سوية حيصير عندنا عجينة العجينة هذه نضيف لها من 5 إلى 6 نقاط من زيت الشاي نخليها على البشرة لمدة 45 دقيقة وبذلك نستمر على هذا الماسك من مرة إلى مرتين بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة ودائما نحب ذكر كهراماناتنا أي شي نحكي عننا من الماسكات الطبيعية جربوا أو شي على إيديكم أخاف يكونوا عدكم تحسس حتى تعرفون تستخدموا أو لا